في البداية احنا بدأتكلم عن خطة بتقوم بيها وزارة النقل لتطوير الموانئ هذه الخطة شملت إنشاء مناطق لوجستية وتوسعات ايه أهمية ده على حركة النقل؟ هو بداية خلينا أقول لسيادتك أن موقع مصر الجغرافي أنا حسميه موقع فريد لمسيدة له في كل أنحاء العالم فكان من الضروري الاستفادة من هذا الموقع الجغرافي في تطوير الموانئ البحرية المصرية وأهمها وأقدمها هو ميناء الإسكندرية ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة وما بينهما منطقة الماكس الجاري إنشاء فيها ميناء واستكمال المنظومة بالكامل بما يسمى ميناء الإسكندرية الكبير مع ربط هذه المنطقة بمحور لوجستي بالعين السخنة عن طريق القطار الكهرباء السريع الجاري إنشاءه فكان من الضروري لاستكمال هذه المنظومة إنشاء ما يسمى بالمناطق اللوجستية التي تقع جنوب ميناء الإسكندرية في اليابس في أعمال بتتم في البحر وتعامل محطة تحيا مصر اللي تكلمنا عنها يمكن قبل كده اللي كانت بتشمل أرصفة بحرية وبتشمل حواجز أمواج وبتشمل ساحات داول وبتشمل حاجات كتير جدا النهاردة بنتكلم على منطقة اللوجستية في الجزء الجنوبي من الميناء هذه المنطقة اللوجستية طبعا لا هدف متعددة أهمها أولا زي ما ساتك تفضلت في البداية أن يقوم عليها صناعات بسيطة قد تكون تعبئة تغليف قيمة مضافة صناعات تصل إلى صناعة الحاويات نفسها العبوات الكرتون أو العبوات الورقية قيمة مضافة على مثلا منتجات زراعية بسيطة جميع الصناعات البسيطة والتخزين وما إلى ذلك يمكن إنشاء هذه الصناعات في المناطق اللوجستية ما على طبعا الصناعات الصقيلة اللي محتاجة مصانع ومعدات دي مش مصانع المنطقة اللوجستية أيضا بتخفف العبء على الميناء نفسه وبتزود الكفاءة بتاعته والساعة وتقليل زمن الانتظار أيضا المنطقة اللوجستية بطربة الميناء بمحاور الطرق والساك الحديدية اللي موجودة في المنطقة خلينا أقول لسياد تكلم نتكلم على مناء الإسكندرية مناء الإسكندرية طبعا بيرتبط بمحور التعمير من خلال تلات محاور مهمة بالفعل تم تنفذها أحدهم محور الدخيلة ومحور 54 ومحور 27 يعني بنتكلم على أن هذه المنطقة مرتبطة بشبكة الطرق القومية عن طريق تلات محاور إلى محور التعمير ده ممكن يودينا أي مكان في الجمهورية خلينا أقول سياد تكلم بالنسبة للنقل بالساك الحديدية وده يعتبر من أهم الأمور أن الميناء تكون مرتبطة بخط السكة الحديد اللي هو القطار السريع اللي إن شاء الله يمكن السنة اللي جاية يتم افتتاحه خط الأول اللي هيربط الميناء دي بالعين السخنة وأيضا بكل مناطق الجمهورية كلمت دلوقتي عن دور المناطق اللاجستية في حركة التجارة وتنشيط حركة التجارة والاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للميناء الإسكندرية ترجمة نانسي قنقر